للوقوف أكثر عما يجري داخل اتحاد الجمعيات الفلاحية ينضم معنا الخبير الزراعي والبيئي الأستاذ تحسين الموسوي أهلا ومرحبا بك أستاذ تحسين شكرا لقبول دعوة الحوار يعني هيئة النزاهة تصدر بيان بشأن خروقات في اتحاد الجمعيات الفلاحية بعد ذلك تعالت الدعوات لإجراء انتخابات جديدة واختيار من يمثل المزارع خير تمثيل أبرز ما رصدتموه من خروقات لو سمحت بالبداية مساء الخير عليكم وعلاكم متابعكم الكرام ورمضان كريم كل عام وانتم بخير وانت بخير وشكرا لدعوتكم الكريمة حقيقة الأمر نتكلم عن مؤسسة قبل يومين احتفلت بعيدها الاربع وستين مؤسسة عريقة جدا بوصفة دقية تعتبر بلمان الفلاح تعتبر الممثل الشرعي للفلاح حالها حال باقي النقابات والاتحادات التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة سوء الإدارة ومثل ما تحدثت التقارير وتقرير لجنة الزراع والأهوار والمياه على أنها رصدت مخالفات كبيرة من حيث التجاوز على الأملاك والتجاوز على الأموال العامة التي تعود هذه المؤسسة العريقة مؤسسة تمتلك بحدود أكثر من ألف جمعية تعاونية بالعراق وفي كل محافظة اتحاد محلي وفي كل وحدة إدارية تكون هناك اتحاد فرعي للأسف هذه المؤسسة تأثث تراجعا كبير بسبب غياب الجهات الرقابية أو غياب الجهات التنفيذية التي أدى ما أدى إلى هذا التراجع الكبير وأيضا أرمب ظلاله على التراجع بشق الزراعة بشقيه النباتي والحيواني من خلال عدم اتباع الوسائل الحديثة من خلال عدم اتباع الوسائل الإرشادية لكن عندما نتحدث اليوم عن ملف فساد وانتخابات بالحقيقة أنا ذكرت أن هناك غياب تام يعني اليوم تابعنا واسط واسط كانت الطالب بإجراء انتخابات كون أن المدة القانونية للانتخابات والتي تتمثل بثلاث سنوات قد انتهت وأن قرار مجلس الوزراء لعام 2018 الذي أشار وأزم الانتحادات والنقابات والغرف التجارية والأندية الرياضية في حال انتهاء المدة القانونية للدورة الانتخابية عدم التعامل معها ويكون المتابعة من خلال قانون الدعاء العام رقم 49 وحالتهم على المادة 329 عدم تنفيذ القرارات الحكومية والقرارات القضائية لكن للأسف الشديد نلاحظ أنه لحدها اللحظة لا توجد حلول بالعكس اليوم أنا التقيت ويا مجموعة من فلاحين واسط اللي هم الممثلين اللي ناشدوا من خلال قناتكم أنه قرروا أنه يوم الغد سيكون غلق لكل مقراتهم بمحافظة واسط نتيجة عدم الاستجابة وعدم تطبيق القانون حقيقة هم يناشدون الآن يناشدون الوحدات الإدارية يناشدون الجهات المسؤولة أن يبقى الملف بهذه الصورة وهذا الأمر حقيقي أمر يمكن إذا أريد نتحدث ونحن على نشرة الأخبار الأمر يطول لربما كان لدينا فقدان كبير فقدنا لربما حتى عضويتنا بالاتحاد العربي طيب أستاذ تحسين اليوم إذا تحدثنا عن موضوع محاربة الفساد يبدو أن حكومة السيد السوداني جدية أكثر من الحكومات السابقة في هذا الإطار عبر مكافحة الفساد من المسؤول اليوم برأيك مباشرة عن ما يجري داخل اتحاد الجمعيات الفلاحية والمكاتب التنفيذية من شبهات فساد وهدر للمال العام ومن المطلوب أن يعرض ربما للقضاء ويحاسب مع جل احترامي للسيد السوداني هذه السيمفونية نسمعها من كل الحكومات مشروع محاربة الفساد إلى أن أصبح الفساد دولة بحيث اليوم من يريد أن يقف ويحارب الفساد عليه استعداد لمحاربة الدولة للأسف الشديد يعني كثير من الذين تقدموا بهذا الملف واللي قدموا الملفات للجهات الرقابية للجهات القضائية بالعكس اليوم هذا هو الأشخاص يدفعون ضريبة إلا ربما يكاد الأمر يكون معكوس حقيقة عندما نتكلم اليوم عن موضوع الفساد الفساد يحتاج إلى انتفاضة كبرى الفساد يحتاج لربما لربما أخرج منه يحتاج اليوم حتى إلى لا أبعد من ذلك كثب إلى أن تكون هناك فتاوي لأن ما وصل إليه الحال ضرب جسد المؤسسة العراقية بكل مفاصله الآن لربما نحن نتكلم عن موضوع اتحادات ونقابات ونتكلم عن شريحة كبيرة هي تمثل الشعب العراقي والخطاب هنا موجه إلى ممثلين الشعب السادة مجلس النواب ونقولها بكل صراحة أنتم تجنون أصواتكم من الفلاحين من هذه النسبة الكبيرة وتصعدون إلى ووصلتم على أكتافهم لكن لحد هذه اللحظة لم تقدموا أي شيء لهذه الشريحة بل بالعكس هذه الشريحة بدأت تفقد ممتلكاتها بدأت الآن لا يوجد من يدافع عن حقها هي تناشد باستمرار لا يوجد اليوم فقط وسائل الإعلام ومنها قناتكم الكريمة هي اللي أصبحت جهة رقابية تقوم بتنبيه المسؤول على القيام بواجبه حقيقة نلاحظ هناك فقدان وغياب تام بين التارة والأخرى نسمع عن كثير منطرح ملفات وكثير منطرح قضايا لكن لا يوجد تغيير بل بالعكس كلما تقدم الزمن كلما كانت الخسارة أكبر بحيث بدأ الواقع يفرض تحسين على المؤسسة العراقية لنتحدث عن الأزمات التي ربما تعصف بالمزارع العراقي إثر عدم وجود تمثيل حقيقي له برأيك ما هو أثر ذلك عليه خصوصا أن له مطالب كل تأكيد وهناك مشاكل تلحق به جراء عدم تمثيله مشاكل كبيرة من نتحدث عن الفلاح بالعكس اليوم حتى عندما نتكلم عن المرأة الريفية اليوم التي أصبحت مهمشة بالكامل والتي أصبح عامل الهجرة عامل خطر عليها بعدما كانت هذه المرأة جزء كبير هي منتجة وتمتلك مهنة بسبب تصحر راضي وبسبب شحة المياه وبسبب غياب الدعم وبسبب أسباب كثيرة جعلت هذه الطبقة المهمة اليوم نتيجة الهجرة وبالدرجة الأساس سببتها شحة المياه وزيادة رقعة التصحر وأنا قلت أيضا غياب الدعم الفعلي للفلاح بحيث لا توجد حماية للمنتوج الزراعي نلاحظ اليوم دائما بدأ فلاحنا يتعرض وبدأ هذه الطبقة النسبة تقل يعني بحيث ارتفعت عندنا نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة اليوم المسطحات المائية أصبحت خالية اليوم حتى وصلت إلى مرحلة البساتين نتكلم حقيقة عن عملية عن موت تدريجي بدأ يضرب هذه المنظومة الزراعية وينظر بكارثة كبيرة عندما نتحدث عن أمن غذائي اليوم عندما نفقد المنتج بنفس الوقت تكون هناك زيادة بنسبة البطالة ويكون أيضا زيادة بنسبة الاستهلاك يعني حقيقة أبعد من ذلك أذهب بدأ هناك تهديد للسلم المجتمعي نتيجة كثرة الفقدان الوسائل العيش لهذه الشريحة بكل تأكيد أستاذ تحسين الموسوي يعني هو المزارع والفلاح هو أساس لكل عملية اقتصادية في جميع الدول ليس فقط في العراق ومن المهم يعني البحث في مشاكله وحلها شكرا جزيلا لك أستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي والبيئي اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك